ونتمنى أن يكون صباح خير على كل أهلنا في قطاع غزة وأهلنا في فلسطين ويكون النهاردة بارقة أمل وقف هذا الاعتداء الوحشي الذي يتم على مدار أيامه ويدخل النهاردة في يومه الـ 12 اللهم انقطع الرجاء إلا منك وخابة الأمال إلا فيك رحمك يا الله رحمك يا أرحم الراحمين بأهلنا في غزة وفي فلسطين ما حدث بالأمس هو جريمة جريمة حرب وعبادة وانتهاك صريح للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية مثبحة جديدة وجريمة حرب جديدة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي ويوم دامي جعل الحزن بيخيم مش بس على فلسطين ولكن يخيم على العالم أجمع لأن فيه كده زي منقول دايما من آمن العقاب أعاد ارتكاب الجريمة مشهد الأمس أعاد للأذهان مذبحة بحر البقر اللي حصلت يوم 8 إبريل 1970 وإن كانت المبررات في يعني الاعتداء وقصف مستشفى المعمداني الأهل المعمداني تحديدا يعني تنصل منها الاحتلال بعد ما يعني حصل هذا الاعتداء الوحشي اللي خلف المئات من الشهداء الفلسطينيين العزل ويمكن كان السبب اللي بيتقول أو ترامى يعني هذه وتبادلت الاتهامات وكان الاحتلال الإسرائيلي بيقول أن ده كان نتيجة صاروخ بالخطأ من كتائب حماس تحديدا ولكن الحج لأن المستشفى دي كانت مستشفى بيتم من خلالها توجيه الضربات الصاروخية لحماس ولكن في حقيقة الأمر لو رجعنا بالأذهان كده يعني كام سنة وراء تحديدا 1970 ومذبحة بحر البقر هنلاقي أن كان السبب برضو في ضرب هذه المستشفى قال أن مصر استخدمتها كقاعدة عسكرية وأن كان فيها يعني مئات من الصواريخ في الحقيقة احنا أمام جريمة جريمة مكتملة الأركان العالم كله صامت أمامها زي ما تابعنا من الأمس تحديدا وكل الدول الكبرى ووقفت مكتوفة الأيدي ويمكن مش بس من الأمس لأن كان أول أمس كان فيه يعني جلسة هامة لمجلس الدولي الجلسة دي رفضت بالإجماع القرار الروسي بشأن الأوضاع في قطاع غزة وهنا لو هنتكلم ونقول لا هم بيرفضوا علشان خطر أمريكا وروسيا والاتحاد الأوروبي مش على وفاق هنا هنا بنتكلم على إنسانية بنتكلم على قانون إنسان وبنتكلم على حقوق إنسان تحديدا تطورات خطيرة بتحصل كل يوم يمكن تفاقم هذه التطورات هيخلي يعني المنطقة ككل تجر إلى كارثة هذه الكارثة لا يحمد عقباها أبدا ولابد في الوقت ده من وجود صوت عاقل حتى الآن لا يوجد صوت عاقل يعني يناشد ويدعم هذه القضية إلا صوت مصر وجهدها في سرعة دخول المصار الدبلوماسي المصار السياسي للحل وزي ما احنا عارفين يا منا يمكن بريقة الأمل ربما تأتي انفراجة بقمة القاهرة للسلام اللي دعت ليها مصر منذ أيام وكان فيه إشهادة دولية يا رب بس يبقى فيه فعلا وجود دولي مكثف ويبقى فيه قرارات من خلال يعني هذه القمة تحديدا لحل هذه الأزمة من خلال حل الدولتين لأنه هو ده المصار الوحيد لحل هذه القضية تحديدا فإحنا فيه انتظار تفعيل هذه القمة يوم السبت المقبل لأن يمكن كان فيه بريقة أخرى تحدث اليوم ولكن تم حلها وتم إلغاءها وهي القمة اللي كانت من المفترض أن تتم ما بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني وأيضا الرئيس الأمريكي ولكن بسبب الأحداث التي حدثت في مستشفى المعدم المعمداني تم قطع زيارة الرئيس الفلسطيني وعودته مرة أخرى لفلسطين لمتابعة الأحداث خلينا نسمي الأسماء بمسميتها اللي حصل مبارح كارثة إنسانية بكل المقاييس مصر بالفعل أدانة القصف المتعمد لمستشفى المعمداني واعتبرته انتهاك خطير لأحكام القانون الدوجي والإنساني وكمان يعني أبسط قيم الإنسانية مصر طلبت بالفعل في البيان اللي أصدرته وزارة الخارجية مبارح جميع الدول خصوصا الدول الكبرى ودات التأثير بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة وكمان مطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح عشان تمكن مصر واللي بيرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية إنها تدخل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في أسرع وقت قلوبنا مع أهلينا في غزة دعوتنا الخلصة للمصابين بالشفاء العاكل دعمنا لكل الأصوات العاقلة اللي بتدفع في اتجاه وقف هذا التصعيد غير المنطقي وغير المبرر استعادة التهديئة في القطاع ده الحل الوحيد معالجة الأسباب الجذرية لتلك الأحداث من خلال إحلال مصار عملية السلام والتوصل لحل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية قلوبنا مع فلسطين قلوبنا مع أهلينا في غزة إن شاء الله ربنا يزيحل غمة ويحلها نصبح على حضرتكم صباح خير مصر